اشتركوا في القناة الاخيرة الكابتن شريف عبد المنعم هنتكلم معهم وهنتناقش في كل الامور الخاصة بملف كرة القدم وملف الاسبوع الرابع من جوالات الدورية النصية الممتاز واللقاء القادم للنادي الاهلي امام نادي الزمالك المفهود ان شاء الله يكون نادي الزمالك ده امر طبيعي جدا كلنا شفنا واسمعنا وقالينا البيان المجلس الادارة اصدره منذ ايام وموقف النادي الاهلي واضح وصريح النادي الاهلي بيقول انه يحترم الجهات الامنية ويحترم الدولة المصرية بشكل كبير لكن انه يخوض مباراة قبل مباراة فده امر مش هيتم مش هيتم بسبب اللوايح وقوانين وبسبب جدول في الاول مشينا عليه لكن كله بيقول ماتش اهلي وزا مالك تأجل ليه هل الجهات الامنية هي فعلا لأجلة المباراة طيب دور التحدي المصري كرة القدم او دور اللجنة الخماسية اللي موجودة حاليا بتدير الكرة المصرية او بتدير ملف الكرة المصرية دور اللجنة انها تقنع الجهات الامنية وهي اللي تنسق وهي اللي تنظم كل الامور الخاصة بمباراة كرة القدم يعني الاسبوع الرابع نصر تلعب الاسبوع الرابع نصر ما تلعبش اهلي وزا مالك بلعبوا في الاسبوع الخامس طب ماصير مباراة القمة طب ليه مباراة القمة من الاول بدم هيكون فيها كلام وممكن تتأجل وممكن ماكونش موجودة في الاسبوع الرابع طب ليه من الاول ما كانش موجود فيه خطة واثنين وثلاثة طبيعي جدا أننا لما أجل في أي مكان أو في أي منظومة لازم يكون عندي خطة والبديل والبديل علشان لما تفشل الخطة الأولانية أروح للخطة الثانية أروح للخطة الثالثة لكن أنا بالنسبة للموضوع ماشي مش عارف راسي من رجلي طيب بنقول التعصب ومش التعصب وأن تأجيل المباراة بسبب التعصب طيب ما حضرتكم من اللي بتعملوا التعصب وحضراتكم اللي بتعملوا الكلام اللي موجود ده كله لكن ايه لازمة ان اهلي وزمالك مباراة مهمة زي دي ومباراة عشان بس يعني نرجع لنقطة مهمة قبل ما اكمل كلام ان الاهلي ان شاء الله كده كده بالنسبة الجمهور الاهلاوي يعني مفيش قلق مفيش اي شيء مش واضح الواضح جدا قدامنا واحنا شايفينه واسمعناه وقرناه في البيان ان الاهلي مش هيلعب ماتش القادم غير بعد ماتش الزمالك يلعب ماتش الزمالك في الجولة الرابعة بعد كده يلعب ماتش الجونة في الجولة الخمسة وبالتالي اللعيبة بتستعد ان هي تلعب مباراة نادي الزمالك وبالنسبة للنادي الاهلي هم كمان بيستعدوا ان اللقاء القادم هو لقاء نادي الزمالك مش مباراة الجونة فعشان كده بقول حضراتكم الدنيا واضحة جدا من نسبة لنا عندنا هدف وعندنا مباراة عارفين من المنافس اللي موجود فيها ومين اللي احنا هنلعبه المباراة اللي جاية لكن الكلام والنغمات اللي بتبقى موجودة والتهديدات والكلام وخصم النقاط والليحة طب ما طبق الليحة نفسك الأول بقيت طبقها على الناد الأهلي طبق الليحة أنت من الأول طلعت وقلت والكلام مسجل وكلنا بنشوفه بنسمعه مش بس في فرنات الأهلي في كل حتة في السوشال ميديا على الفيسبوك على الإنستجرام على تويتر حضرتك اللي طلعت وقلت إن الدوري هيبقى منتظم ما فيش ولا أسبوع هيتلعب قبل اللي قبليه وده يعني حاجة كده مكتوبة وكل الخمس أعضاء أكيد كانوا حضرين الكلام ده لكن رئيس اللجنة الخماسية تطلع وتكلم قال إن ما فيش مباراة تتلعب قبل المباراة عشان كده بقول لحضرتكم تأجيل المطش هو دور اتحاد الكرة المصري إيه أو دور اللجنة الخماسية إيه إن هم ينظموا يعني فيه تنظيم للمسابقة هو التنظيم ده أي حد ينظم لكن أنت دلوقتي ما فهو تطور ما فهو تحسن ما فهو تشتغل على السلبيات مفهود تشتغل على الإجابات شمت تطورها أكثر من هي موجودة لكن حضرتك بتيجي دلوقتي مش عارف تعمل مباراة كون القدم طيب ماشي ما الأهمل طيب ما الزمالك بيلعب النهاردة أو الزمالك هيلعب مع المؤولين كمان شوي طيب مش معنى الزمالك والمؤولين ما فيش فيه مشكلة طيب الجهات الأمنية قرأت لحضرتك مش هينفع ليه الزمالك طيب دور حضرتك أنت تقنع الجهات الأمنية تتكلم معاهم تقولهم ممكن المباراة نلعب في الإستاذ الفلاني بدون وجود جماهير زي ما تلعبت قبل كده في اختام الدور يكون ممكن يكون في ظروف مش أحسن حاجة موجودة لكن زي ما بقول لحضرتك أو زي ما بقول لحضراتكم أبداً الكلام الأهلي واضح دايماً للأهلي الأهلي دايماً مش بيقول كلام عشان يرجع فيه الأهلي بياخد كلام أو بيقول الكلام مدروس كويس جداً الأهلي بيقول كلام بيكون متناسق مع بعض وعارف وبيقول إيه ما ينفعش الأهلي أبداً زي ما احنا شفنا سنة naturية أو الموسم الماضي اللي هو السنة الحالية مباراة الأهلي في الكاس ولما الأهلي يعني الأهلي مش أخذ موقف على أساس أنه هو بقى أخذ موقف فيه نفس وهو عايزود رعدها بالقانون وباللوائح وبالورة الأهلي كان يحق لي أنه هو لن يلعب مباراة الدوري قبل مباراة الاجتماعض وبالفعل الأزمة أو مش أزمة هي أزمة بدون الأزمة اتحلت بدون أي مشاكل وبالفعل الأهلي اللعب مباراته الأولى في الدوري وبعد كده اللعب مباراته الثانية في الكاس زي ما بقول لحضراتكم أنه كان فيه كلام كتير جدا جدا يعني بيصار الفترة الأخيرة لكن زي ما بقول لحضراتكم نادي الأهلي مش داخل أضياء أو مش داخل موضوع أو مش داخل مباراة وهو عارف أنه هو غلط لا الأهلي صح 100% واللي يقدر يقول غير كده يطلع يقول لي فشي أن أنت بتقول كلام غلط وأن موقف الأهلي غير سليم وصحيح 100% هرجع وأقول وعيد وزيد تاني في السطرين أو في الجملتين المهمين جدا الأهلي عارف وبيعمل إيه خطواته محسوبة مدروسة ومجلس الإدارة كله حريص على مصلحة النادي الأهلي وحريص على مصلحة البلد ككل من أول أكبر رصيها الأزغر رصي النادي الأهلي بيحترم كل مؤسس الدولة وأي شخص بمصر الدولة هو على العين وعلى الرأس لكن زي ما بقول لحضراتكم دور الاتحاد المصري لكرة القدم كان في حكتين أولا الحالة الأولانية هو إقناع الجهات المسؤولة وإقناع الجهات الأمنية أن المباراة تكون في معادها وممكن تكون في ظروف مختلفة حاجة تانية المهمة جدا طيب هو دولة الجولة الرابعة طب ليه تلعب نصها وليه مش هيتلعب نصها يعني لازم يا جماعة يكون عندها دوري منتظم دوري يكون يليق بمكانة مصر الاجتماعية والرياضية كله بيقول كلام وكله بيتكلم وكله بكله بشيء احنا مش بنحاول نتكلم ونجرح أويه بنحاول احنا نتكلم بكلام محترم كلام أنه هو بمنطقية وبعقلانية مش هنطلع نعمل زي غيرنا نعمل فتنة ونخبط ونقول ونعيد ونزيد ونقول كلام ونرجع فيه ونقول كلام ونرجع فيه لأ كلامنا هنا واحد وكلامنا مرتب ومنصق ومنظم بنكون عارفين بنقول ايه في الوقت المناسب في اللحظة المناسبة علشان ما نجيش نقول احنا قلنا وبعد ما قلنا رجعنا وبعد ما رجعنا هنرجع الثاني نعد الأهلي كلام واحد مش واحد علشان خطر هو فوق تحدي المصر كروة القدم لكن الأهلي دايما هو معودنا على النظام كل اللي دخل نادي الأهلي سواء في الجهات أو في المنظومة الإدارية أو المنظومة الفنية بتكلم في لعبات المختلف الرغضية أو حتى بتكلم على الإدارة بشكل عام مجلس الإدارة موجود في إدارة والنادي الأهلي فأي فرع من الفروع عارف النظام وعارف السيستم اللي الأهلي بيمشي عليه وعارف أن الأهلي دايما لا يمكن يمشي على سطر وبيسيه بسطر الأهلي ماشي على سطر وبيكمل بالسطر وبيكمل بالسطر علشان كده بقول لحضراتكم المباراة الجاية لكل الجماهين نادي الأهلي اللي بيسأل وبتبقى عارفة وعايزة تعرف أنا بقول لحضراتكم الأهلي طلع بيان وبالتالي الأهلي كلام واضح صريح مباراة قادمة للنادي الأهلي هي مباراة نادي الزمالك في الجولة الرابعة لبطولة الدورة المصري الممتاز ده الكلام اللي طلعت حد كرة القدم لازم يحتوي البيان والخطاب ولازم يتصرف في الأيام اللي جاء لشان خاطر تقام المباراة وده حق المشروع للنادي الأهلي وأنا ما أعتقدش أن النادي الأهلي بيفرض في حق من حقوقه زي ما دايما بيحافظ على حقوقه على مرء التاريخ وعلى مرء السنين ده يعني بالنسبة لي هو كلام واضح وزي ما حضرتكم شفتم وسمعتم النادي الأهلي دايما بيكون عنده موقف حازم وصارم وصريح بالنسبة للعبة كرة القدم وبالنسبة لكل الرياضات الأخرى لما يكون عنده حق لازم ياخده أبداً ما حدش يجي على حق النادي الأهلي علشان اللي بيجي على حق النادي الأهلي يعني في الآخر بيكون خسران بالقانون وباللواحي وبالقوانين علشان طول ما أنت ما يخفك صح أبداً ما تقلقش وما تخافش من أي شيء ومن أي حاجة ده كان كلام سريع جداً بالنسبة للجزء الأول والكلام اللي أنا كنت عايز أقوله ووضحه لحضرتكم بالنسبة للجولة القدمة والمباراة القدمة للنادي الأهلي وهي مباراة نادي الزمالك في الجولة الرابعة مش عارفين موقف في الجونة إيه لكن النادي الأهلي موقف واضح وصريح إن النادي الأهلي إن شاء الله المباراة القدمة هي مباراة الأهلي والزمالك قمة الأسبوع الرابع غير كده كله كلام بيتقال ما حدش أبداً يصدق أي شيء بيتقال التهديد والكلام اللي بتقال بدون أي وعي هو بيعمل إيه حضرتك أو حضرتكم اللي بتقوله فتنة والأهل يوزمالك والوقت بيكون حساس والكلام اللي حضرتكم عارفينه ده يعني حراك للأسف أن هم اللي بيعملوا الفتنة الفتنة أبدا مش تكون بين الجمهورين ما بين إعلام لازم يكون فيه إعلام سواء كان إعلام إيجابي وبيشيل حاجة اسمها تعصب ما بين الجمهورين وفتنة بين الجمهورين أو إعلام يكون موجود يعمل فتنة بين الجمهورين على فكرة جماهيري الكورنة المصرية بشكل عام هي موراش غير إنها تتفرج على برامج وتتفرج على ما تشوط فأي كلام حضرتك هتقوله هيكون فيه فتنة أو هيكون فيه تعصب ده ينعكس على الجمهور سواء أهلي أو زمالك وظن هنا في قناة الناد الأهلي دايما عندنا مبدأ ماشيين به لا للتعصب دايما بنتكلم بنتكلم في الاتجاه المزبوط دايما بنتكلم في حلول طرد جميع الأطراف لكن حضرتك لو كنت أنا في موقف العكس إن أنا دلوقتي عندي زي ما لعبت في الموسم الماضي لعبت المشاطة مؤجلة قد إيه والضغط علي قد إيه وكان عندي إصابات قد إيه ما جيتش قلت أنا مش هلعب علشان خاطر ظروف أو مش هلعب علشان خاطر عندي إصابات أو مش هلعب علشان خاطر وخاطر وخاطر كل الكلام والحاجة جبقى اللي بتقال ده أنت عملت وانت سويت وانت ملعبش دوري تاني غير لما جيت اللعيبة أو الفرق اللي إنت أو اللعيبة اللي إنت دعمت بها الفرق علشان خاطر تفوز بالدوري طبعا أنت كنت فارق في النقاط قد كده ما كسبتش الدوري ليه ولو في الآخر إنت لو ما كنتش كسبت الدوري أو لو كنت كسبت الدوري معفا متأسف كنت هتقول لا أنا بالنسبة لي كنت مستعد وكنت بالنسبة لي أنا عندي أي وقت ألعب فيه ومش فارق معايا طيب خلاص البطل واللي عايز يخب طلط الدوري أبدا ما بيهموش أي حد أو ما بيهموش الحل الفني اللي هو موجود فيها علشان كده بقول لحضراتكم أن موقف الأهل واضح وصريح دور الإعلام هو وعي ما بين الجمهورين والوعي دايما بيكون من خلال النصة الإعلامية نتمنى أن الناس اللي بتتكلم تقول فتنة تبص الأول على نفسها وتبص الأول على الشكل اللي هي بتظهر به بعض عايز أقول لحضراتكم بعض الشكل الإعلامي أو الشكل اللي دايما بنتكلم فيه في الرياضة الرياضة خلاص بقى دلوقتي كلها صوت عالي وخناءات ومشاكل مع أن الرياضة أول شيء بتحث عليه هي الروح الرياضية ما بين كل الأطراف وبين فريق وآخر بين العيبة وبعضها بين الجهاز الفني والإداري بين مجالس الإدارة أنا ممكن نشوفه لكن في مصر أعتقد أن الوضع بقى صعب جدا الوضع بقى مش نستحمل أبدا اللي احنا فيه كرة القدم يعني ما بقيتش لعبة رياضية كرة القدم بقيت للأسف لعبة خصومة ولعبة صوت عالي ولعبة الند بالند ولعبة أن أنا همشي كلامي